هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي بعضهم بأي مكان عام فجأة بيصير في مشكل وبيبدا الصريخ والأهل أو الكبار بيصيروا عم يتدخلوا وأوقات بينتهى المشكل بمشكل أكبر وزعل مش بين الصغار حتى بين الكبار والناس بتوقف تحكي مع بعض إذا كانوا أخوي أو أقارب بس على حساب المشكل اللي عم بيصير بين الولاد الصغار وطبعا هون أكيد بيكون الموضوع أبعد من قصة أولاد الصغار عم يتخانقوا الكبار هلقدي زعل ووقفوا يحكوا مع بعض بيكون فيه استفزاز صار لشي معين هن الكبار عن دنيا بقصص بين بعضهم قصص قديمة ما بينحكى عنا قصص مطفونة وإجوا الصغار طلعوا هالقصص على الواجهة اللي يكونوا بارك الكبار عم بيتشافوا بس بيصير الزعل لأنه مثل كأنه عم بيصفوا حسابات قديمة بين بعض بوقفوا يحكوا مع بعض بس موضوع الحلقة اليوم مش عن الكبار واخناقتهم بين بعض على حساب الصغار موضوع الحلقة هل نحنا لازم يكون عن جد عم نشبر الولد يشارك لعبته أو الشي اللي عم بيقوم فيه وهل فعلا لازم نقله شارينج اسكارينج نحنا كلنا كبرنا على فكرة لازم نشارك وضروري وهيك منكون عم نعزز الالفة والتعاون والطيبة وبمحل فعليا بعقلنا بدنا على طول نحنا بس نصير أهل أنه طفلنا أو طفلتنا يكونوا راطفين ويكون عندهم قيم جيدة ويكونوا كريمين ومعطائين وهيك بتكون صورتنا قدام الناس حلوة وبيقولوا عنا نحنا جيدين وناجحين كأهل وبيقولوا عن أولادنا أنهن هن لطيفين ومهذبين وهيك كله نتيجة البرمجات الموجودة ورا ورا براسنا أنه نحنا لازم نكون عطول نحنا وأطفالنا بأحلى صورة قدام الناس من هك في أهل بس أولادهم يكونوا عم بيرفضوا يشاركوا بيصيروا عم بيبرروا قدام العالم ما هو عطول بيشارك بس اليوم ما بده يكون عم بيشارك أوقات بيصيروا بيحكوا إشياء ملنا حلوة أو ملنا صحيحة قدام الطفل مثل مش أنت شاطر مش أنت مهذب شفت ما أحسنيك شفت قد أنت شاطرة بس شاركت اللعبة مع الفيقتيك أو أختيك أو أي حدا تاني أو بيصيروا عم بيرشول الولد وقت يكون ما عم بيتخلى عن اللعبة اللي عم بيلعب فيها بأي مكان أو ما بده يعطيها لولد تاني بيصيروا عم بيقولوا خلص أنت بالبيت عندك كتير من هول ألعاب بيعطيها أو خليه لعب فيها يعني بيصيروا عم بيقللوا من أهمية أداء الطفل مبسوط بهيد اللعبة أوقات حتى بيقولوله أو بيقولولها أنت كبيرة وهي صغيرة بالوقت بيكونوا الولاد اتناتهم هن بالآخر أطفال واتناتهم صغار بس طبيعي كل حدا بده ياخد اللعبة ليكون هو أو هي عم تلعب فيها وأوقات بيصيروا عم بيشدوا اللعبة من الطفل بالقوة عم بياخدوها منه ليكون عم بيشاركها أو بيغادروا المكان أو بيصيروا كعقاب للطفل ما شاركت الألعاب مع أصحابك أو مع الناس اللي موجودين فالعقاب أنه نحن نغادر المكان أو نترك المشوار أو الظهرة اللي رايحينا بيصيروا أوقات عم بيقسوا عليه بالحكة أو عم بيعملوا عليه عقاب أو هلأ بس نوصل على البيت بتشوف شو رح يصير أو أنت غير جيد ما بتشارك منك منيح منك وكل الصفات اللي ممكن الطفل على أساسه هو بيربط براسه قدي هو عنده قيمة ذاتية بيصير عم بيحس عمل شي كتير منه منيح وشي كتير شرير وشي كتير فيه عار وبيصير عم بيكون صورة عن نفسه منه منيحة مع أحساس بالزنب فنحنا بس نكون عم نعمل كل هالخطوات منكون نحنا ما عم نتنبه لمشاعر أطفالنا ولهو أو هي قدي عن جد كانوا بحاجة يكونوا عم بيلعبوا بهذه اللعبة وعم بياخدوا كل وقتون وحريتون أنه هنا ما بدون يكونوا عم بيشاركوا والرسالة اللي ما يكون نحنا عم نوصله إياها وقته عم نجبره أو نفرض عليكم عم بيعمل شي بالقوة أنه ما يسمع لرغبته ولا نيته ولواتيرته باللعب ولا لأنه الكبار ما عم بيسمعوله فبيصير هو بعدنا شوي شوي بياخد فكرة أو بيكون فكرة أو بيصدق أنه أنا ما لازم اسمع لمشاعري وللوقت اللي أنا بيحاجة لإله للشي اللي أنا عم بحب كن عم بعمله وفعليا الطفل ما بيعرف بعد بهذه القصص اللي بيفكروا فيها الكبار تركيز الطفل بيكون على اللعبة على الوقت اللي عم بيحطه بالنسبة لإله أو عم بيلعب باللعبة لأنه خاصة إذا بده وقته بده تركيز يعني هو عم بيشغل كل حواسه وكل طاقته وكل شي عنده يجوه لا يكون عم بيستمتع فنحنا إذا خوفنا أنه طفلنا ما يكون عنده قيم نحنا فعليا منعزز القيم عند الطفل من دون الحاجة أنه نجبره يشارك أو يعتذر أو يتخلى عن اللعبة أو يعمل اللي هو مش عم بيشعر فيه لأنه فعليا منكون عم نحرمه من تجربة الاكتشاف والحشرية وتنمية المهارات الاجتماعية وعيش اللحظة وعيش الحاضر فنحنا منكون عم نحط لهم براسهم فكرة أنه لازم تكونوا جيدين وعم بتشاركوا وراطيفين كلمان الغير يرضو عنكم وكلمان نحنا نرضى عنكم هاي دلقصة ما بتكون موجودة براس الطفل هو عم بيتصرف من منطلق طفولة وعفوية وشو بحاجة يكون عم بيعيش بهيد اللحظة الأطفال فعليا بيقدروا يشاركوا بس يكونوا جاهزين مش ملزمين يوقفوا يلعبوا باللعبة لأنه فيه ولد تاني بدو يلعب بنفس اللعبة وبنفس اللحظة إذا نحنا ككبار ما منحب حدا يكون عم بيقاطعنا أو ياخد غرض مننا مثلا إذا قاعدين عم نحضر فيلم أو قاعدين هيك سردين على شغلة عم نعملها ما منحب حدا يجي ياخد ريموت كنترول ويغير الفيلم اللي نحنا عم نحضره أو إذا عم نلعب بجيم معينة يجي حدا يقلنا يلا هلأ دورة ويسحب مننا الجيم أو بالقوة بدو ياخد يكون عنده دور لقلو إذا نحنا ككبار بيزعجنا هيدا الشي وبيضيقنا ويمكن نتخانق مع الشخص الكبير اللي عم بيعمل هيدا الشي فكيف فعليا هن كأطفال بعمرون وبمستوى فهمون وإدراكن بدنا نكون عم نجبرون على شي نحنا ما منقبل إنه حدا يجبرنا عليه المشاركة إذا بدأ تحصل بدأ تكون بمبادرة شخصية مش كعقاب أو بعد تهديد أو بعد عقاب ومش رشوة وتلاعب أو فرض بالقوة نلزمون يشاركو هو عدم احترام لإرادتهم الحرة وعيهم الخاص ومهم جدا يعرف الطفل إنه عدم مشاركة اللعبة ما بيعني إنه هو طفل شرير أو غير لطيف أو غير مهزب أو غير متعاون بس نعامله على هالأساس أو نقله هيدا العبارات عم نخليه يحس بمشاعر منة حلوة ويكون عم بيكون صورة غير صحيحة عن نفسه ومحاولة أخذ اللعب منه بالقوة نحنا ككبار أو نترك الولد الصغير الثاني يشده منه بالقوة للعبة هي صارت مش مشاركة صارت مشاركة من دون موافقة أو قبول من الطفل وهوم يكون عم نعلمون يبدو مشاعر الآخرين على مشاعرون ووقت الآخرين على وقتون وما عم نحترم رغبتون لبل عم نجرحون بس نكون نحنا عم نتفادى النزاع ونعطي انتباع حلو عنا كأهل وعنهم هني كأطفال متعين بالوقت اللي القصة هي قصتون مش قصتنا نحنا وإذا نحنا خايفين على صورتنا ففي عبرة كتير كبيرة لقلنا من اللي عم بيصير عن رسم الحدود واللي عم بيصير مع أطفالنا عم بيدويلنا على موخاوف داخلنا ككبار متشاربينا نحنا من أهلينا عن التهزيب وعن ضروري إرضاء الآخر فبعدل ما نعمل كل هالشي نقدر نكون بكل بساطة عم نشجع إنه ينعطى دور لكل حدا خاصة إذا الألعاب ما ممكن يتم تشاركها ضمن مجموعة فمش لعبة يعني بدون يلعبوا فيها كمجموعة أو كجروب معين فهون بدي يكون لكل طفل مدة منتفق عليها ومنخبره ومنشرح للطفل الثاني بس كل حدا يخلص بيكون عم بيعت الثاني من دون أكيد استعجالهم أما إذا كان الوقت دايق ونحنا بنعشاط معين بيطلب معنا بس ساعة وكل الأطفال بدون يلعبوا بنكون عم نقول لكل طفل مثلا عندك 10 دقايق أو عنديك 10 دقايق أو 5 دقايق وبس يخلصوا هلأ بيكون دور الطفل الثاني بنقدر نكون عم ندللهم على عقارب الساعة إذا هنبي عمر بيعرفوا يشوفوا على الساعة أو بنقدر نحط ألارب أو نرجع لعندن ونقللن هلأ صار وقت تاني الطفل يكون عم بياخد اللعبة وغالبا ما منلاحز إنه إحنا بس ما نجبر الطفل ونشرح بهدوء الطفل رح فجأة يقرر يكون عم بيشارك ويلعب مع الطفل الثاني وإذا كانوا أكتر بيصيروا عم بيلعبوا وينسجموا مع بعضهم ويخلقوا من هيد اللعبة اللي عم بيتخانقوا عليها كل حدا مبدو إياها يمكن يخلقوا منا لعبة تانية أوقات بيصير بيبطل بدهم يفلوا أو يغادروا المكان ويصيروا كتير منسجمين وعم بيلعبوا وصعيدين وفرحانين مع بعض مثل على مبدأ يعني بعد كل خناقة في صداقة بتصير وفعليا إن إحنا منكون بهيد الطريقة منحنا هن فرصة يكتسبوا مهار يتحل النزاعات على طريقتهم وحسب عمرهم بعيدا عن إسقطاتنا وشروطنا وخوفنا من الأحكام اللي موجودة براسنا ككبار وكمان أوقات في كتير أطفال بيملوا منهم لحالهم حتى ما بيكفوا الخمس دقايق أو العشر دقايق عم بيلعبوا بهاللعبة فجأة بيقرروا إن هني كتفوا وبيقوموا بيعطوها لشخص التاني أو بيتركوها محلة وبينتقلوا على لعبة تانية مشاعرنا إن إحنا ككبار وطاقتنا بتلعب دوري كتير مهم لأنه إذا عم نشرح بهدوء ومن دون ضغوطات داخلية كلمة لنكون عم نرضي الطفل رح يكون متعاون وما عنده مكاومة أما إذا نحنا محرجين وخايفين الطفل رح يكون عم بيقاوم أكتر وعم بيصرخ وعم بيرفوض وبيسير معلق باللعبة أكتر وإذا فعليا نوافق منكون نحنا فوتنا بحلقة جديدة من الأنماط المتوارثة وكررنا أهلنا أو كررنا حالنا معه بالوقت اللي هو يمكن كان عم يمنحنا فرصة نوقف هيد الحلقة عنا ويمكن نحنا مش جاهزين نفهم إنه هيدا الشي اللي عم بيتكرر نحنا بدنا نصلح شي جواتنا أو نشفي شي جواتنا رح يضل عم بيتكرر لحد ما نصير عن جب نحنا جاهزين وهون فعليا منكون عم نسمي أطفالنا هن معلمين ومرشدين بحياتنا لمساعدتنا على كسر الأنماط كمان منقدر كاكتراح آخر نقول للطفل بدل من نكون نحنا عم نشارعه وعم نفرض تعب أعطيك لعبة تانية اللي هو فعليا منه حل صحي أبدا ولا سليم لأنه عم نعلمه الهروب أو الإرضاء أو الرشوة بدل من خوض التجربة اللي عم بيمر فيها فإذا طفل آخر استحلى اللعبة منقدر نقول بكل هيك هدوء وشكل كتير هيك السلس يبدو أنه الطفل حابب لعبتك وطريقتك كيف عم تلعب إذا بتحب وبترغب بتقدر تكون عم بتفرجي كيف بتمشي هيدا اللعبة أو كيف التقنية اللي لازم يكون هو عم بيلعب فيها هيك كمان من كوم ما نحنا وقت واحترام وقت لكون عم بياخد وقته هو يقرر شو بده احترام لإرادته الحرة وتحفيز بشكل غير مباشر وتركناه هو يختار لأنه الأطفال بشكل عام بيشعروا بالفخر أنه هن يكونوا عم بيساعدوا طفل تاني عم بيعلموه عن شغلة معينة أو عن لعبة معينة فيمكن إذا قلنا هيدا الجملة وبتعدنا وكنا ريئين رح يحس أنه أنا عبالة عن جد يعلم الولد الآخر وفجأة كمان بيصيروا عم بيتشاركوا وإذا لعبوا سوا بدل ما نقول لهم شفتوا ما أشتركن أو شفت ما أشترك فرحتني كتير إنك شاركت حدا تاني بيصير عم بيفكر براسه إنه ماما حبتني وفرحة فيه لأنه أنا قبلت إن شارك أو ماما بابا ريديانين عني لأنه أنا اليوم شاركت وكنت شاطر بهيدا الطريقة فأنا دايما لازم يكون عم بعمل هيك لأاخد منهم هيدا الحب وهيدا الرضا فبتصير كأنه شاطارته أو كثائته مرتبطة به نحنا كيف ربطناله إياها براسه بالصور أو بالكلمات اللي نحنا حطيناها على الفكرة اللي كانت عم بتصير وعلى قبر بيصير دوما عم بينبيش إنه يرضي الآخرين أو يعمل مساومات على حساب حاله أو حالة اللي يكونوا عم بياخدوا الرضا وياخدوا الحب والتأدير من الآخرين فينا نقول بدل ما نقول نحنا حبيت كيف كنتوا عم تتشاركوا اليوم باللعبة وتكتشفوا سوا أو كيف كنتوا عم بتعلموا بعض وفينا كمانا نقول إذا هيك مرينا من حدهم من بعد ما كان فيه شوية تنشن بعدين قاعدوا يلعبوا مع بعض كمانا فينا نقول لهم شو الهيئة عم تتسلوا كتير ومبسوطين عم تكتشفوا اللعبة مع بعض أو من بعد ما يخلص النهار فينا يكون عم نقول لهم تسليتوا اليوم قضيتوا وقت حلو منسألهم إياها بطريقة السؤال تسليتوا أنتوا عم تلعبوا سوا هيك بيقدر الطفل هو يكون عم بيعبر هو يقول شو حس إن كان شي زعجه أو إن كان شي حبه منذو ما نكون نحنا ربطنا ليه لازم يعملوا بصورة الكبور والمحبة والحب ويكون يمتو الذاتية مرتبطة إنه هو يبدأ يشارك أو ما يبدأ يشارك وفيه شغل كتير مهمة كمان بدنا ننتبه لأنه أوقات طفلنا ما عبيره يكون عم بيلعب ضمن مجموعة أو عن جد مع بيله يشارك حدا بأي شي نعطيه مساحة ونحترم إنه هو اليوم مع بيله يحكي مع حدا بده يقعد يمكن يسرد على الليغو أو على أي شي تاني فترة عم بيعمر شي عم بيرسم عم بيلون عم بيكتشف عم بيخترع إن كان صبع وبنة الشغل اللي عم بيعملوها عبيره يعملوها لحالهم فنعطيهن هيد المساحة ونقولهن إذا عاستوا شي نحنا موجودين نحنا كاكبارك بيصعب علينا أوقات أو نبني علاقات اجتماعية أو نعمل حوارات أو لقاءات يمكن بنفس نهار اليوم وعين مش عابلنا نحكي مع حدا فإذا رحنا على مكان معين وفي كتير ناس مش عابلنا نسير بس هيك بدنا نقعد نحنا على وق أو يمكن نعتذر عن هيد الظهرة لأنه بدنا نكون لحالنا فكمان بدنا ننتبه إنه ما نفرض على أطفالنا شي نحنا ما منحب نعمله عدم إجبار الطفل يشارك مش بس عم يمنحه مساحة كمان عم بيعلمه يعبر عن رأيه ويعرف إنه صوته مسموع وعلى قبر رح يضل قادر يعطي رأيه من دون خوف من حكم الآخرين عليه وإذا كانوا الألعاب ألعابه وأطفال جايين يلعبوا عنده بالبيت وما عابلوا يكون عم بيشارك كمان بدنا نحترم لغبته لأنه هولغراضه ويمكن خايف عليهم يمكن بيحب يحافظ عليهم فكمان بدنا نشرح للأطفال اللي جايين يلعبوا عنده إذا أصروا ياخدوا لعبة معين إنه هيدا لأله وهو بيختار يقرر إذا بديوا شاركها أو بيفضل يكون حاططها على جنب لأنه هيدا اللعبة كتير بتعنيله قدي في أطفال بكيتو يمكن أنتوا منهم وقتا كنتوا أنتوا أطفال بكيتو لأنه جبروكم تشاركوا أجمل لعبة عندكم أو أكتر واحدة هيك عزيزة على قلبكم يمكن خربو لكم ياها اللي لعبوا فيها أو وعدوكم يجيبو لكم واحدة غيرة لأنهم كسرت أو بطلت منيحها وما وفيوا بيوعدون وحتى أوقات بين الإخوة يعني مش ضرورة بالناس جايين يلعبوا عندكم بين الإخوة في الولد الثاني أو الثالث أخذ لعبة خيه أو أخته وكسرة أو معطاها كل الانتباه وكل العناية وهذا الشي إذا الأهل معرفه صلحه صح وبشكل سليم وصحة متوازن أوقات بيخلق تنافس وكراهية بين الإخوة لأنه فيكن عم بيتكرر أكتر من مرة والطفل اللي بيحب يهتم بغراده وبيعنوله غراده ما عم بيتموا رعاة مشاعره في أطفال كتير بتهتم وبتحب تحافظ على ألعابه وغراده وفيه أوقات خيه أو أخته يحملوه ويكسروه لهيدا اللعبة فنحنا بس نحترم رغبة الطفل عم كمانا نفسر له إنه نحنا منحترم رغبته بالحفاظ على ألعابه وكمانا رح يضل عنده محفز دوما يكون عم ينتبه على غراده وعلى كبر فيه ناس بتفكر إنه نحنا بهذا الطريقة منكون عم نعزز الأنانية هيدا فعليا منا أنانية هيدا احترام للطفل ولهو شو عباله ولها رغبته الحقيقية ومنقدر نشرح على طول للطفل الثاني بمين ليخرب الأشياء أو ليخرب الألعاب كيف يكون عم بيحترم رغبة خيه أو أخته أو الطفل اللي رايح يلعب عنده وإنه هولي الغراد من نكون إذا عم بيقبلوا يشاركونا فيهم عم نلعب فيهم بانتباه وبهدوء لما نكون نحنا عم نخرب لهم ومن دون كمانا ما نصير عم نحسس الطفل الثاني إذا خرب أنت مأزة وما عندك احترام للعبة أو إيدك مالحة أو إيديك مالحة بيصيروا يقولولون أنه اللعبة ضاينت مع أخواتكم معكم أنتوا ما ضاينت هيدا كمانا بيقدر يكون عم يبنيروا المعتقدات مش حلوة براسهم أو محدودة وبيصيروا عم بفكروا حالهم أنه هن دايما مأزيين هن أقل هن بيخربوا وهن ما بيستحقوا أي شي بالحياة وإذا الطفل جاي زيارة لعننا نشرح كمانا لأبننا أو لبنتنا هن شو عبالهم يكونوا عم بيشاركوا يعني قبل ما يوصلوا الأطفال اللي جايين لعننا نقللهم إذا في لعبة معينة ما بتكون أي حدا يكونوا عم بيدق فيها يمكن لعبة جديدة يمكن لعبة كتير هيك إلى سنين عندهم بيحبوها كتير فين يكونوا عم بيدبوها بالخزانة أو بمكان خاص لقلوا أنت ما أي حدا يكونوا عم بيدخانق عليها وكمان هيك منكون عم نفسر لهم وعم نقلهم إنتوا بشو عبالكم تكونوا عم بتشاركوا ونعطيهم هن الخيار يكونوا عم بيختاروا هيك كمانا هيدا الشي على كبر بيساعدهم يكونوا عم بيعرفوا أنه أنا عندي خيار بنقى شو اللي بيناسبني واللي ما بيناسبني عندي الحق قول لأ منذ ما كون أنا عم بحس بالزنب كل هيدا التفاصيل على كبر بتساهم أنه يكون عن جد ساعدنا الولد ينمي مهارات اجتماعية سوية وما يكون أي حدا عم بياخد أي غرض من الثاني بالسر بتبلش بين أنه ناخد الألعاب ومنخربها أو ناخد لعبة تغيرنا من دوم ما نكون عم ناخد إذن وبعدين بتصير ناخد الثياب من بعضنا بالقوة وبتصير كمان عم تنمي كراهية وغيرة وقصص منا حلوة وقدام نسمع عن إخوة صاروا يغاروا من بعضون وصاروا ياخدوا إشا من بعض بالسر ويخربوها تفاديا لنحنا نرجع نفوت أطفالنا به هيدا الديناميكية بدنا نكون عم نعلم الحدود والخصوصية من هن وصغار لا يبنوا على قاطعة وصادقة على كبر ومش إذا الطفل بيحب يشارك والتاني لا نكون نحنا كمان عم نقارن إنه لايكي أختيك أو لايك خييك كيف هن بيشاركوا كل الألعاب أنت لا أو أنت لا لأنه فيه أولاد قد تحب تشارك وممكن تكون عبالة تشارك وفيه ناس بتحب أو أطفال بيحبوا يتركوا غراضهم لقالهم وأمورهم وخصوصيتهم لقالهم دورنا كأهل وككبار نحيطهم ونرشدهم ونخلق لهم مساحة آمنة لأنه إذا عن جد بدنا نخلق مجتمع بيتميز بمهارات التواصل والحوار بدنا نغير عن الطريقة اللي تربينا فيها ونقبل نمنح أطفالنا وقت ووطيرة نحترم لهم وقتهم ووطيرتهم وفرصتهم بخوض التجارب والتعلم منا شوي شوي بهدوء ياسمينا كان عمرها سنتين بتذكر رحنا على مكان كان فيه كتير ألعاب ونبهرت هي قدل ما كان فيه قصص جديدة مننا كان ألعاب مننا شايفتها قبل أو كل شي جديد وكان بالنسبة لقلها فصارت تقول كل الوقت هيدا لقلها وهيدا لقلها وما بده غير أطفال يكونوا عم بيلعبوا أو كان في أهل موجودين بولا أي لحظة قلت لها لازم تشاركي وهيدا مش لقليك تركتها تكون عم بتعبر عن حالة وعن الفرح اللي عم بتحسه من الداخل وشوي شوي صرت عم بقرب منه وفسر له يعني بس تكون عم بتخلص من هاي اللعبة اسألة خلصت أنت فينا ننقل على ستيشن تاني أو على لعبة تانية لأنه فيه غير أطفال كمان هلأ هن بديكونوا عم بياخدوا دور هيدا الشي خليها تعرف شوي شوي هي وعم تكبر أنه نحن من التبادل نعطي الأطوار كل ولد عنده وقت يكون عم بيلعب باللعبة وأكيد بالنهاية هي طفلة في أوقات كتير كانت تزعل لأنه بل كيخلص الوقت اللي هي بحاجة لأله لتكون عم تخلص لعب باللعبة أو في حدا ما قابل يكون عم بيشاركة أو ما قابل يكون عم بيتخلى عن اللعبة فكنت كمان أفسر له لأنه مثل ما نحن ممنوع بريك تتخلى ولا منفرض عليك تترك اللعبة هيدا نفس الشي بقي الأطفال بدون ياخدوا كل وقتون فيك تكون أنت عم تعملي شي تاني وبس يتركوا هيدا اللعبة أو يعطوك إياها بيكون أنت عم تاخد دورك بنعطيها مساحة لأنه وقت فيها تزعل وتاخد وقت أكتر لتقبر خاصة إذا فيه لعبة كتير هي عم بيلة تكون عم تلعب فيها وحتى وقت من إلا إذا فيه أطفال غير متعاونين يمكن هني بعض ما بيعرفوا هيدا الشي يمكن صغاري يمكن أهليون مفسرولون فنحنا بدنا نكون عم نحتري مواتيرة كل طفل وفيه أوقات كل أهل وكل ناس عندهم الرولز تابعولهم أو القواعد تابعولهم بالبيت اللي ما بتشبه نحنا القواعد أو القصص اللي نحنا بنتبعها بحياتنا فكمان ما فينا نكون نحنا عم نشبر فيه أوقات كتير تمشي معنا وبتتناغم مع الفكرة فيه أوقات بيكون عندها هيك شوية تحفظات بس كل ما نسمعها ونعطيها مساحة ونخليها تعبر عن زعلة أو عن حماسة هيدا بيخليها تعرف أنه كل شي مقبول فيها تعبر عن حالة وكمان تصير عم تحترم شوي شوي فكرة أنه مثل ما هي أوقات إذا ما بدأت شارك غيرها فيكون معابله يشارك وتمشي الأشياء شوي شوي بهدوء بالحياة بكل حب بدعيكم تفكروا بقصة المشاركة وبالعبرة مننا ولأنه الحب بيش فينا وبيقدم الأمان لأطفالنا لقون الأسبوع القادم بحلقة جديدة رح تزيد وعي وحب أكبر على حياتكم وحياة أطفالكم اشتركوا في القناة